تعود مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الى القاهرة للمرة الثالثة منذ انقلاب الثالث من يوليو في زيارة تستغرق ثلاثة ايام تلتقي خلالها الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية وكما فعلت من قبل تلتقي اشتون شخصيات سياسية وحزبية من بينها قيادات في الاخوان المسلمين تنبع اهمية الزيارة من كون اشتون احرص الزائرين على لقاء مختلف اطراف الازمة فهي المسؤول الغربي الوحيد الذي التقى الرئيس المعزول محمد مرسي في مكان احتجازه في زيارتيها السابقتين كانت صفة اشتون كوسط اوروبي لا لبس فيها ورغم ذلك فشلت محاولة رأب الصدع فغادرت المسؤولة الاوروبية مع وعد بالعودة اذا طلب منها ذلك اما الان وقبل ان تطأ قدمها ارض مصر قال المتحدث باسم الخارجية المصرية انه لا يمكن القبول او السماح بوساطة من اي طرف اجنبي فيما يتعلق بالشأن الداخلي وان اشتون ستناقش ملفات اهمها العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الاوروبي تصريحات قد تخفض كثيرا من سقف توقعات الجميع وهي توقعات سلبية في مجملها ولكل طرف اسبابه فبعض موايدي الانقلاب يرون ان اشتون غير مرحب بها شعبيا فهي مترددة ولا تملك معلومات كافية عن مصر بل وغير جديرة اصلا بمنصب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي في الجانب الاخر ينظر بعض رافيدي الانقلاب للزيارة باعتبارها غير مجدية كسابقاتها ولا تهدف الا الى تكريس ما اقدم عليه الجيش كامر واقع يجب التكيف معه وقد ذهب بعض هؤلاء الى ابعد من ذلك بان اعتبر الزيارة نذير شؤم ولا يعقبها سوى المجازر وتات الزيارة ضمن تحركات كثيرة من مسؤولين عرب وافارقة واوروبيين وامريكيين زاروا مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي في مسعى حفيث لحل الازمة الكل تحدث عن ضرورة استعادة الديمقراطية وتحقيق مصالحة في مصر لكن دون ان يفسح احد عما يقصده بذلك